أول أمس إنعقدت الجامعية العمومية لنقابة المحامين حضر فيها عدد الأصوات اللي حضرت 18.022 محامي عدد الأصوات الصحيحة 17.559 والموافقون على المعاش 16.680 وعدد الموافقون على الميزانية 15.303 عدد الموافقين على تعيين مرايب الحسابات 15.150 عدد غير الموافقون على المعاشات 878 عدد غير الموافقون على الميزانية 1756 الحقيقة الأرقام دي معطيات بتديك نتائج يعني أما يبقى فيه أرقام وأنا عشان كده تعمدت أقولك الأرقام النهاردة عشان يبقى فيه نتائج نطلع بيها طيب النتيجة الأولينية إيه بقى اللي طلعنا بيها النهاردة طلعنا بنتيجة مهمة جدا إن المعارضة في نقابة المحامين معارضة هاشة مش منظمة ما تقدرش تحشد ما تقدرش ما عندكش حد الناس تلتف حواليه تقتنع برأيه والعكس صحيح إن مجلس نقابة المحامين بيحشد أنا نفسي قلت لأ بس أنا الواحد دي مش كفاية واللي قاله لأ برضو مش كفاية يا أخي غريب في الموضوع إن أنا كنت أقعد على سوشيال ميديا قبل التصويت وألاقي ألاقي كلمة لأة دي أولا لو تعدوهم كده يطلع لك بتاع 30 أربعين ألف صوت على عرض الواقع ما فيش هو حضرتك نازل التعارض على الفيسبوك هي المعارضة فيسبوكية أنا مش فاهم هو المعارضة بالكيبورد ولا المعارضة بالنزول على الأرض والتواجه على الأرض أنتوا مفيش حد في المعارضة قادر يقنع الناس إنهم ينزلوا يقولوا لأ يعني لو كدر اغبتهم لكن اللي أنا شفته واللي هقوله والواضح قل لي بقى في عدم نظام قل لي في حشد بالكتوبسات قل لي في تزوير قل زي ما أنت عايز تقول تقول لكن الحقيقة الواضحة اللي اعتمدت والواضحة جداً هي إن مجلس النقابة قدر يحشد 15 ألف شخص نزلوا قالوا نعم حضرتك حشدت 1700 شخص نزلوا قالوا لا يبقى كده المعالجة النهاية للموضوع حضرتك بقى تعرف حجمك وما توجعش دماغك نظم نفسك الأول وبعدين بعد كده نتكلم وأنا الحقيقة وحد يفتكر إن أنا لا بتكلم كده ولا لا أنا لا بتعتطدين وإنتوا عارفين أنا مواقفي واضحة جداً جداً من النقابة طيب خليني أقول لك أنا رفضت ليه أنا رفضت برضو مش لمجرد إن أنا يعني مختلف أو أنا لو لقيت الميزانية أنا جبت الميزانية بصت فيها بما إن يعني محامي ما بفهمش أوه في الأرقام استعانت بحد يعني قريب لي محاسب قلت له الله تعالى بصلي كده على الميزانية دي أنا اللي ببصد ده أقول آه أو لا فلا ببص على الميزانية والراجل قال لي وجهة نظره ميزانية فيها حاجات كتير آه في ملاحظات على الميزانية إحنا قدرنا نحرض الملاحظات دي صح قدرنا نقنع المحامين إنها تنزل تقول لأ قدرنا نحشد المحامين إنها تدافع عن حقها ما حصلش لكن اللي حصل إن العكس تم إن مجلس مجلس النقابة قدر يحشد ناس 15 ألف رقم مش قليل على فكرة يعني رقم برضو معتبر نزلوا ده ولا الجمال العمية بتاعت الزمالك إيه جبنا سرط الزمالك بقى نفتكر ونتكلم المهم نرجع لموضوعنا إذن أنت في المعارضة واخد موقف أنا باعتبره ضعيف يبقى محتاج تطلع بدرس الدرس يا فندم إن حضرتك تنظم صفوفك لأنك في اللي جاي هتبقى برضو هي دي النتيجة دي هتبقى المفاجأة بالنسبة لك قوية فكده ما بيتش مفاجأة أنت عرفت حجمك ووضعك نظم نفسك عشان لما تيجي لأمور اللي جاية والناس تحتاج تقول كلمة يبقى عندك تنظيم بس ما اعتقدش إن الوقت هيسعبكم للتنظيم لأن يبدو إن النقيب سامح عشور يعني قوي في هذه العملية وعنده تأثير قوي أنا الحقيقة بقولي الكلام ده عشان لازم في الآخر نقول لللي قدر يحشد مبروك إنت انت صار ونقول لللي مقدرش يحشد يعني هارد لك نظم نفسك إنت محتاج توقف مع نفسك وتفكر هل أنا قادر ولا مش قادر لو مش قادر سيب الساحة لجيرك الصرايا الزرق الصرايا الزرق دي لينا معها قصة الفيسبوك يعني كل يوم التاني يطلع موضوع والناس تجري وراه وترنت إيه يا جماعة الموضوع بقى بتاع اليومين دولت الفنانة شيرين سيف النص انتشرت صورة يعني اللي نشرها قال إنها للفنانة شيرين سيف النص سيبك أنا عارف أنا مش عارف أنا كنت بحضر في القضية دي وتحقيقاتها أنا هنا بافصل نفسي ما ليش رأيي مش هقولك يعني ليه بقى مش هقولك احتراماً لخصوصية الفنان أو الشخص يعني هو الناس كلها قعدت تقول شيرين ولا مش شيرين أنا ما فكرتش كده أنا فكرت حاجة تاني طب يا ترى بقى انت من حقك يا صحفي تصور شخص عادي كده وتنشر صورته طيب هل أنا من حقك يا أيمن يعني أعمل ده تصور شخص وانشر الصورة طب الصحفي لو كان بيصور فنان هل من حقه من حقه يمشر صورة فنان طب والصورة دي للفنان هل لو هو في ظروف طبيعية ممكن ولا مثلاً كبر في السنة أو حصل عنده حالة مرضية هنا برضو بيبقى ممكن ولا مش ممكن الأهم من ده كله يا ترى انت كصحفي عندك جواك بيحكمك ايه في نشر الصورة صدق الصحفي ولا الأخلاق من جوة أو مش هقول عليها الأخلاق أقول عليها الضمير الصحفي يعني طرد فنان مثلاً مش هعايز نشر صورته على فكرة فيه فنانين كتير جداً بعدت عن الأضواء وانزوت عندما تقدم بها السن يعني مثلاً الفنانة ليلة مرات الفنانة ليلة مرات جات عند وقت معين وبطلت تظهر على التلفزيونات أو كده احترمت فكرة إنها عايزة تبقى عند المشاهد بصورة معينة والفنانة شادي عملت كده كمان يعني فنانين عظام لما لأوا نفسهم إن السن تقدم بيهم وده هيأثر على صورتهم في ذهن أو عقل المشاهد ابتعدوا والناس احترمت هذه الفكرة يعني فيه فنانات كتيرة جداً انزوت وفنانين كتير انزوا ومحبوش يظهروا بصورة يدائق المشاهد بتاعهم يا ترى بقى هنا يا ترى هنا الصحفي ارتكب خطأ أو ما ارتكبش خطأ هو ده اللي يهمني والحقيقة أنا ما هنشر الصورة يعني أنا اتفقت مع فريق الاعداد لعدم نشر الصورة أنا مش هقولك يا صورتها ولا مش صورتها ولا يعني هي بتقول قالت شورين صراحت قالت دي مش صورتي بس خليني أقولك إحنا دي ما نشر نهاش احتراماً لرغبة الفنانة بإنها مش عايزة الصورة دي تبقى بتاعيتها هي قالت كده قالت مش بتاعتي فأنا مش هجرحها مش هتكلم في الموضوع تخصه أو متخصهاش أنا معي وما حضراتكم الصحفي محمد طلعت بجريدة النبأ الوطني مساء الخير يا سيد محمد حالو مساء الخير مساء النور إزاي يا حضر سيد محمد الحمد لله انت نشرت الصورة على موقع الجريدة قلت فيها ان الصورة دي لفنانة نشرين فنانة نشرين طلعت أنقرت هذا الأمر وكمان في ناس كتير من على السوشيال ميديا هجموك وقالوا انك انت ملفق هذه الصورة قل لي حقيقة الموضوع ايه بالزبط حضرتك بخصوص موضوع صور الفنانة نشرين سي في النصر اللي تدول عبر عبر مواقع السوشيال ميديا وأحدث ضجة كبيرة هو أصلا بداية يعني أنا حصلت على هذه الصور وأنا اللي نشرتها على موقع النبأ الوطني تمام حضرتك ومسؤول تماما لو ان الصور دي مش هي بتاعة الفنانة وأحكي لحضرتك باختصار قصة العصوري يعني الحصول على هذه الصور أنا كنت في محكمة جنوب الجيزة تمام حضرتك افضل معاك تمام حضرتك كنت في محكمة جنوب الجيزة ببشر عمل الصحفي عرفت عرفت يعني من خلال مصادري إن الفنانة موجودة في الدور السادس بالنيابة الجزئية الدور السابع بالدور السادس بالنيابة الجزئية سابع موجودة داخل حضرتك داخل 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 مكتب غلفة التحيير خالد سليمان وكلي النيابة تمام حضرتك بسرعة طلعت طبعا وتأكدت من أمناء الشرطة أو سكرتارية النيابة إن هي الفنان الشرطة في النصر وموجودة بوكيل النيابة بيسمع أقوالها في قضية سرقة مجاوراتها اللي بتهمت بيها بس القضية دي كانت من ست شهور شمعنا صورة دي الزهرت دلوقتي حضرتك أنا فعلا حفلت على الصورة دي في شهر يوليو تمام فكانت القضية بتاعة سرقة المجاورات لسه ما خادتش حكم قضاء فأنا ما كانش ينفع نزل الصورة خصوصا أن أعرفها أنها تعمل الضجة دي تمام خفت لربما تشوشر على سر القضية انتظرت حتى المتهمة إحسان ما خدت الحكم سنتين ونشرت هذه الصورة نشرت عزيز الصورة حضرتك علشان الفنانة شيرين شخصية عامة أخبارها بتهم كل الناس هل يترى في قانون بيمنعك من نشر عزيز صور للشخصيات العامة؟ لا الشخصيات العامة ما فيش قانون بيمنعني ينشر هذه الصور لا بس فيه احترام خصوصية الإنسان كل الإنسان دي خصوصيته الصورة ما فيهاش أي تجاوز الصورة ما فيهاش أي تجاوز ولا إساءة للفنانة شيرين الفنانة شيرين كانت في محكمة فمن العادي إنه يلتقط لها صورة كمان حضرتك إن الفنانة شيرين يعني أنا لما لتقطت لها الصورة ونزلتها كهدفي إن هي لها جمهورة لها ومحبيها واخبارها بيهتم بها بس الفنانة شيرين أنقرت النيدو صورتها أيها الفنانة شيرين علاقت على المواقع وأنقرت وأنقرت أني دو صورتها بس أنا بأكد أني دو صورة الفنانة شيرين لأنها اتكلمت معاها وقاليني أكمل لحضرتك حكاية إيه لما طلعت فلما طلعت انتظرت وقت وصير وطلعت الفنانة شيرين من مكتب وكلي النيابة قعدت في طرقة قدام النيابة التفتح عليها أنا ومناء الشرطة تمام؟ اتبادلنا معها الحديث بدأ بالسلام والتسكير بقى عمالها الجميلة فاتطرقت أنا للحديث قلت لها إني صحفي جريدة النبأ وعايز أعمل معها حوار هي قالت لي إنها هي تعبانة ومش هينفع تتكلم وإني أنسق مع المحامل الخاص بيها تمام حضرتك؟ أيها وقلت لها تمام بس لما قلت لها صحفي كان باين عليها إنها متضايقة طيب إنت ليه ليه الناس هجمتك على السوشيال ميديا عندما نشرت هذه الصورة؟ لأن أقول لحضرتك ليه الناس هجمتني أنا نشرت هذه الصور يوم الأحد الماضي تمام حضرتك؟ أه وكان فيه لعطل تقني بالموقع ما تحطش اللوجو بتاع الموقع على الصور فالصور جميع الموقع الصحفية بلا استثناء دخلت على الخبر وأخذت الصور بتاعتي ولما يعني وخلفت القواعد المهنية ولما يعني نشرت الخبر ونشرت هذه الصور لم تذكر إنها نقل عن جريدة النبأ حتى يكون هناك مصدر وفيه مصدقية فأسألك سؤالة خير يا محمد الصورة دي للفنانة الشرين ولا أنت لفقتها؟ لا حضرتك الصورة دي للفنانة الشرين وأنا متأكد وهي ممكن ممكن تعمل بس أو تعمل لايف أو صورة حديثة وتحتمي الجدل ده لو مش هي أستاذ محمد طلعت الصحفي في جريدة النبأ الوطني شكرا جزيلا لحضرتك احترام الخصوصية يا سيدة على فكرة هو يقدر طبعا من حقه طالما هي كانت في محكمة وفي مكان عاب وتسأل في قضية هو بيصور عادي من حقه يصور وكمان من حقه ينشر بس كنت عايزة أقول لك يا أستاذ محمد وانصحك نصيحة وانصح زملائي واخواتي زوائرين الصحفيين الفنانين اللي يوم خصوصية في التعامل مع الناس بمعنى إيه الفنان يتعب طول عمره ويكتهد على نفسه عشان يظهر بصورة جيدة قدام المشاهد بتاعه وهي فنانين ما تحبش تتصور في عادتها الخاصة ولا تحب تظهر مثلا بشكل ما في أماكن عامة رغبطهم كده والحقيقة كلهم برضو اشتكوا من فكرة ان ساعة العزة عزة الفنان مثلا بيبقى الصحفين بيبقى تكسروا على الفنانين اللي جاء تعزي كلهم اشتكوا من هذا الأمر فلابد ان احنا نكون عندنا يعني شوي حس يعني صحفي في هزي المسألة هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نكمل فقراتنا الحقيقة تلقيت على صفحتي على الفيسبوك صفحة رسمية للدكتور أيمن عطالله حتة رسائل من مجموعة كبيرة من شباب مصر فأول مرة قريت الرسالة حد قال لي اني وقفوا ترخيص الغطس في مدينة شرم الشيخ يعني يوقفوا ترخيص الغطس أنا مش فاهم الموضوع على الحقيقة أنا لا بختص ولا بحب عوم حد المهم مرة في التانية فلقيت العدد بيزيد إلى أن وصل الرقم لرقم مهول أوكي يا جماعة لو سمحتوا يكلمونا ده أنتوا عددكم كبير 4500 شاب مصري في شرم الشيخ ممنوعين من الغطس رغم أنهم معاهم الترخيص دفعين فلوس فتحين مراكس الغطس إيه الحكاية وإيه الموضوع خلوني أستقبل مع حضراتكم ضيفي على التليفون اللي أستاذ أحمد علي مدرب غطس مساء الخير يا أستاذ أحمد مساء الخير يا فندي أستاذ حضرتك إيه الموضوع في عجالة من فضلك؟ والله هو الموضوع في عجالة وإن صدر منشور من غرفة تحت الغطس العنشطة البحرية بيقول فيه أن منع الغطس الترفيهي أو الانتروديكشن ضيف من على المراكب والمتاح بيه أنه يتعامل من على الشواطئ ودي التعليمات جاية من وزارة البيئة السبب السبب اللي هم عملوا كده يعني أبرروا ده بيه؟ والله يا فندي من القرار بيقول أنه بقول لك الحضرات اللي هم بيقولوا أنه بيقولوا أنه فيه تكسير بيحصل للشعاب المرجانية ومطلعين خريطة بيقول أنه فيه خمسة ألاف غوصة في اليوم كل غوصة بتتم فيها تكسير خمستاشر مرة تكسير للشعاب يعني خمسة وسبعين ألف تكسير في اليوم ودي طبعا معلومات يعني مش عارف جابيون همين يعني المعلومات دي صحيحة أو غير صحيحة؟ والله يا حضرتك حسابيا لو أن أنا مثلا خمسة ألاف غوصة في اليوم أولا دي حاجة جميلة جدا أن الناس بتيجي تعمل خمسة ألاف غطسة طرفيهية تمام وبناء عليه أن كل غطسة خمستاشر دي يعني في كل غطسة كل دقيقة بقصر يعني نازل أكسر مش نازل أقرج الراجل على شيء أو السائح على شيء طبعا دي حاجة غير منطقي طبعا أنت موجة نظرك ليه المحافظة تاخد قرار زي ده؟ والله يا حضرتك يعني أنا مش عارف بصراحة ما أقدرش أتاهم حد أو أقول إيه لأن القرار طلع أنه منعه منه على المراكب يعني أن الناس بتنزل من على المركب هتكسر شعب وقتحته من على الشواطئ يعني الناس هتكسر من على المركب وش هتكسر من على الشعب هل ده منطق؟ طب باعتبارك يعني راجل غطاص هو يحصل أنه ممكن مثلا ينازل من على الشطة أغطس برضو كسر شعب؟ طبعا يا فندم هو حضرتك بنوجة نظرك لو أنا نازل بسبون أو بسايع إن أنا نازل عشان أفرجه طب يا ترى السياحة تأثروا بحاجة زي كده؟ طبعا حضرتك السياحة إحنا عملنا لقاءات مع بعض السياح الأجانب إحنا الوجهة السياحية بتاعتنا أولا أحب أعرف حضرتك إن مصر حصلت على المركز التاني عالميا في أحسن وجهة لسياحة الغوص دي لسنة 2019 لو حسب الحاجات اللي هم بيقولوها وعدد التكسير للشعب إن الشعب من سنة أو سنتين المفروض متدمرها تماما طب فين إزاي حطلنا؟ هل ده أثر على المراكب؟ المراكب النهاردة طبعا ماشي اشتراه طبعا أثر على كل حالات لأننا معاهة لقطات للمراكب شايفها راكنا كلها يا فندم أثر على سواء التكسر اللي بينقل الجاية دي روح للسقالة أثر على الهيلبر اللي بيشيل تانك أنت كم واحد يا أستاذ أحمد؟ يا فندم يعني أنا مش عايز أحصر لك أو أقول لك عدد قل لي تقريبا عددكم كم تقريبا من يعني 3000 أو 4000 واحد بأسرهم يعني 3000 أو 4000 أسرة أه طبعا أسرة يعني لو قلنا 1000 واحد وكل واحد عنده أسرة الأسر كلها متضررة يعني مش عايز أقول لك عدد وحسب عليه ولكن هم يقولوا إن إحنا 4000 واحد دي حاجة بأسرهم هل يطرى مثلا أنت فكرة الغوص من عشاط دي هل ما متعوضكش يعني ما تقداش تبقى بديل لو كان في تكسير للشعب المرجانية مثلا فأنت تعاونا مع الدولة تقدر تمارس عملك من عشاط ولا دي في صعوبة؟ لا طبعا بقول لحضرتك الاتجاهات بتاعة السياحة بيجي السياح بيعرف حاجة اتجاه اسمه راس محمد واتجاه اسمه تيران أنا بركب المركب رحلة جحرية عشان روح أمارس رجم شاط الغوص إما فراس محمد إما في تيران مش على البيتش اللي أنا فيجل في الكنتر آه يعني الرحلات اللي كنا بنعملها دي لما كنا في شرم الشيخ يودونا بالمركب والناس تغطس هناك دي دي اتمنعت آه لا مش الرحلات اللي اتمنعت الرحلات أوكي الغطس اتمنع الغطس الترفيه آه بس في ناس كان بتطلع الرحلة دي عشان تغطس تغطس وتعمل سنوركل وتقضي يوم جميل آه وهنا أنا عليه انت خدت خمس تلاف واحد بيتم كل يوم من ناشدتك هتقولها المين يعني لو بديك فرصة دلوقتي تناشد حد تناشد مين والله أنا بناشد المسؤولين أي ما أي حد مسؤول عن القرار يقولنا آه طب لنفتارد حضرتك جدلا أن القرار سليم وأنهم عالين إحصائيات كلنا عايزين حفاظ على البيئة وكلنا عايزين دخلنا من حاجة إحنا الشغالين فيها دي حايزينها مش مش عايزين نقعد في البيت إيه البديل يعني يوجده لك بديل زي فندم أولا لو حضرتك سألت إن فيه الغرفة مطلعة البيئة مطلعة واحد واربعين موقع غوص في شرم الشيف أو في جنوب سيناء اللي بيتم فيهم الغوص الترفيهي أو الانترودابشن هو ستة أو سبع موقع غوص اللي هم محددين من المحمية نفسها طيب انتو خدتوا إجراء يا أحمد ضد القرار دا ولا لا؟ والله إحنا حاولنا نتكلم المسؤولين وفي الآخر آآ عايمين بإجراء قانوني يعني يعني فيه في حضايا مدرب غوص شكرا جزيلا وأنا الحقيقة بضم صوتي لصوتي هذا الشباب أو هؤلاء الشباب أنت طالما شابه بتجتهد وعايز يعمل شغل ساعدوه حتى لو فيه قرار هاتوا قوله القرار دا عشان كذا كذا في السيكون سبب مقنع خد بالك جي لليومين دول محتاج يقتنع النهاردة بس النهاردة هتكلم على قرار كنت اتكلمت عنه من حلقتين والنهاردة الحقيقة صدر قرار بمد العمل بوقف الترخيص تاني في حداء الأهرام لمدة ستة شهر طيب ماشي مفيش مشكلة بس أنا برضو هتني أوضح وأقول لإني لازم القرار دا يكون مدروس طيب تعال أقول لك بقى المرة دي إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل نتيجة هذا القرار حضرتك دا قرار وزاري قرار وزاري صدر من محافظة الجيزة أو قرار إداري من محافظة الجيزة هل يا ترى القرار يلغي قانون زملاء المحامين والقانونين يقولولي هو القرار بيلغي قانون طبعا لا يعني مفيش قرار يستطيع يلغاء قانون القانون أقوى من القرار طب لما يكون القانون نص في المادة السبعة من القانون رقم 14 لسنة 1981 قالت إيه المادة السبعة بالنسبة للأراضي خدوا بالكو دا قانون التعاون الإسكاني ومنطقة حدايا الأهرام منطقة تعاونية تغضع للهيئة العامة للتعاونيات يعني الكلام اللي أقولوليك دلوقتي ده هو اللي بتطبقوا الهيئة العامة للتعاونيات لأن المنطقة دي خاضعة للهيئة العامة للتعاونيات قالت إيه المادة السبعة قالت بالنسبة للأراضي التي تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون إذ لم يقم العضو ببناء وحدة سكنية كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض كاملة المرافق جازة للجمعية العمومية إلغاء تخصيصها له ما لم يقدم مبررات تقبلها الجمعية و أسر هذا الحكم على العضو الذي يتراخف سداد المبالغ خليني أقول لك هنا إن كل الناس المتضررة هم أعضاء الجمعية العمومية تخيل؟ فهم قطعاً حيرفضوا قرارك وبالتالي بالتالي هنا في تعارض و أنا وضحته من حلقتين وهوضحه تاني أنت أصدرت قرار يخالف القانون يا سيد الفاضر ما هو فيه مستشار قانوني لمحافظة الجيزة كان يجب عليه أنه يعد يدرس القرار و يشوف هل يتعارض مع قانون ولا لا يتعارض ما هو أنت الناس دي نهاردة لما حضرتك تيجي وتقوله ما تبنيش والأرض تسحبت منه الجمعية العمومية رفضت يرجع عليك بالتعويض ما هو ده ضرر وقع ليه ضرر مدي وضرر أدبي يبقى لازم أي قرار يتاخد يدرس وبعدين ما هو أنت لو حتى بتاخد القرار ده نتيجة أنك أنت عايز تعمل تطوير طيب ما تتكلم مع الناس فيه جمعية بتشرف على الأراضي دي هات مجمس دارة الجمعية هات معاه وضح له الصور قل له والله أنا بأعمل تطوير ويعمل تنصيق بروتوكول جمعية العمومية للناس دي دول كم عضو 14 ألف عضو أنا بكلمك عن 500 600 قطعة فضية هتتبني أواف ترخصها بس 500 600 قطعة مش قليلين برضو رقم عدد يعني يعني فيه أسر بتتضر من ده اعمل بروتوكول واجيب الناس وقعد معاهم تعالوا يا جماعة والله أنا داخل ما كلنا بنحب مصر وكلنا عايزين مصر تبقى في أحسن صورة والناس دي مش أقل وطنية من أي حد خد القرار هاتهم وقعد معا منائش وشوف أنا أعرف واحد كان أخذ يعني عمل مشروع وعمله دراسة جدوى وعمل حجوزات وخد فلوس من الناس وعمل عقود الناس دي هترجع عليه بالتعوضات لأنه مش قدر ينفس في المدة الزمنية المعينة طب ما هو هيرجع عليك بتعوضات احنا ليه بنعقد المسألة المسألة أبسط من كده بكتير أنا الحقيقة للمرة التانية بناشد محافظة جيزة لو سمحت الموضوع محتاج أكتر من كده جهد يعني أنت عايز تطور تطور بس هاتنا وعد هات الناس وعد اتكلم معاهم فهمهم رسيهم على بر عرفهم رأسهم من رجليهم مش ستة شهر في ستة شهر في ستة شهر اللهم بلغت اللهم فشت فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا الفوائد البنكية عمرك اشترت اللاجة بالقسط أو غسلة بالقسط عمرك رحت بنك جبت عربية عملت فيزا قصرت مع البنك جالك التليفون ايا يا الدفع يا الحبس عملت حاجة اسمها ايس كور بعد الفاصل هتكلمك عن الموضوع دي كلها هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل عشان يكون معنا الأستاذ أشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الأهلي الماصري فاصل ورجعين شوف يا سيدي حضرتك تروح تفتح حساب في البنك يدك شوية ورق كده تقعد تمضي عليهم والله انا شخصيا ساعات بمضي مقراش بس لازم تقرأ طب لما بتاخد كارت كده اللي هو الكارت المماغنط انا مش هقول اسمه ايه بقى لانه هو ساعاتي بقى فيزا ساعاتي بقى مستر كارت بتاخده برضو ما بتوقع باش عارف فوائده ايه هل الفوائد دي انت بتتفح ازاي انت بتفرح قوي اول ما تنسك الكارت انت خدت فلوس في ايديك بس الفلوس دي عليك تروح تشتري عربية تمضي على دفتر شكات وبعدين في الاخر تتقاص يودك حاجة اسمها ايس كور تعرف يعني ايه ايس كور في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه ايس كور في ناس كتير ما تعرفش ثقافة التعامل مع البنوك تخش تشتري وتفرح قوي بالقصة لكن النتيجة النهائية ايه يجي لك تليفون انت متأخر والتليفون ده لما يجي لك يبدأ ينزار عن فيه اجراءات قانونية هتتاخن معك طيب النهاردة قلنا خلينا نعمل لك حلقة نبديك فيها ثقافة قانونية احترنا نجيب مين بس انا مش هلاقي احسن بالبنك الاهلي بنك الاهلي ده يعني بنك كبير في مصر جبنا النهاردة معانا لأستاذ أشرب شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الاهلي اهلا بيك اهلا بيك حلقة مهمة للمشاهد العادي بنتكلم فيها عن حقوقه التزاماته واجباته يعمل ايه النهاردة الناس بتفرح قوي بالتقصيد لما البنوك تاني على العربيات تروح تجيب عربيات بالأسر ايه هي الاجراءات اللي يجب ان ياخد بني منها كمواطن رايح اعمل اجراء شراء مثلا سيارة بالتقصيد ده كلام جميل الحقيقة لنزام حالك تفضلت واشار تجيب الناس في البداية بتفرح بشكل كبير جدا باتاحة الاموال دايم بشكل تسهيلات او في شكل قروض اين كان شكلها هي قروض شخصية قروض سيارات بطاقات ائتمام ولكن مهم جدا في بدء العلاقة مع البنك او المؤسسة المالية ان انا افهم شكل العلاقة عاملة زي اولا انا هدخل في ايه قرض شخصي يبقى اشوف عقد القرض الشخصي اللي انا همضي عليه بيقول ايه لازم اقراه كويس واشوف البنود بتاعته والحقوق بتاعتي والالتزامات اللي علي والضمانات الاخرى اللي انا بمضيها زي الشكات مثلا قرض السيارة بمضي على عقد القرض بمضي على شوية عقود تاني كده وشوية مستندات منها مثلا هيترتب عليها اثر انه يحصر حضر على السيارة وبالتالي مش اقدر ابيع العربية ديا الا ويا محملة بهذا الحضر في نفس الوقت في التزامات عندي في العقود دين لازم اقراها مش اقدر برضو يجدد الرخصة مش اقدر مش اقدر اجدد الرخصة بتاعتها الا اما بقى منتظم في السداب النسبالي فمهم جدا في البداية لازم اقرا كويس قوي الشروط والاحكام درجة العادة ان معظمنا اما بيروح البنك بيلاقي شروط واحكام كتير قوي فالحقيقة بيقول انا ما عنديش وقت فقمضي عليكو وانها رحت فلوس فرحان فبالتالي مسألة في غاية الاهمية ان انا اقرا كويس اعرف اللي لي واللي علي دي مسألة في غاية الاهمية الحقيقة والحقيقة معظمنا من الشعب الوصري انا اقولهم يعني الحقيقة كنت في البداية ما بعملش كده ولكن بقيت هتم بعد الوحد متخرج من الكلية وعرف الامور وبدأ يشتغل في العمل ايه اهم حاجة الواحد ياخد بلها بيلو منها في العقود التزامات الالتزامات اللي عليها اه دي مسألة في غاية حقيقة سهلة هجيبها يعني بس مهم قوي قوي مسألة الالتزامات بتاعتي مسألة الالتزامات في غاية الاهمية لانه بيترتب عليها اثار بعد كده في ناس ما تعرفش انه هو لما ياخد مثلا قرد سيارة ولا كريدت كارد اللي هو الكارت الاقتماني او اشتري حاجة بالتسهيل اللي بيدي البنكي انه بيعليه فوائد ولو تأخر يه في غرامات اخير مضبوطة فاهم علشان كده مهم قوي قوي ان انا اقرأ الشروط والاحكام نسبة الفايدة قد ايه ابدأ كمان مهم اعرف الكارت الاول برضو ناس برضو بتتكلم على الديبت كارد والكريدت كارد انواع الكريدت كارد احنا بنتكلم في الكارت اللي هو الاقتماني الديبت كارد من حسابه عظيم الكارت الديبت كارد ده او بطاقة الخاصة دي من حساب بتاعي فهم من فلوس ولكن بطاقة الاقتمان اعتبرها نوع من انواع التسهيلات الاقتمانية وبالتالي هي فلوس علي فمهم قوي اعرف انا المفروض اسدد الحد الادنى في خلال قد ايه اسدد الرصيد في خلال قد ايه ان ما اتأخرش اللي ان برضو فيه نقطة الناس برضو لازم تعرفها ان انا لو اتأخرت مية وتمانين يوم منذ طريق استحقاق المديونية اللي علي او القصة اللي علي بتحول للقوائم السلبية في البنك المركزي وبالتالي ايه بقى القوائم السلبية دي انت عارف فاندم مسألة ليا بلاك ليست اه القوائم السلبية في 2005 تم انشاء شركة الاي سكور او شركة الاستعلام الاقتماني كانت الامور الى حد كبير قبل 2005 اي حد ما فيش التقارير او سيستم منضبط علشان اعرف سلوك كل شخص اقتمانيا ماشي ازاي فمنذ 2005 نشأت شركة اسمها شركة الاستعلام الاقتماني اللي هو الاي سكور اللي هو الاقتصار الانفورميشن سكور او اللي هو الاستعلام الاقتماني لكل انسان او او ده اختصار كلمة اي سكور اي سكور وبالتالي يبقى انا عندي كده اشرف شعبان اللي موجودة عند حضرك ده اتأخر في القرد فيه على طول ليه ملف على طول يروح الاي سكور يروح الاي سكور مقدرش يعمل اي اقتمان تاني وبالتالي ده هتأثر انا انا هتأثر سلبا بعد كده لاني لو حبيت اروح بقى لبنك اكس واي زد اي بنك اخر ما افتكرش ان انا بس البنك الاهلي اللي عليها قروض عليه لا البنك التاني هيعرف اه لانه بس ديك بالرقم القومي مدينة السمعة بالضبط افن وبالتالي اللي هو اما يتحط على الليست دي او على القائمة دي القائمة المحظورين او بنسميها القائمة السوداء دي اصعب عقوبة يخدها البنك ليه عقوبة التجريس يعني اهملت تعالى بقى والحقيقة بيتأثر بشكل سلبي لانه ما بقدرش ياخد تاميه بعد اي سكور دي يحصل يعني خلاص دخلته اي سكور عن البنك بيقف عند كده ولا بياخد اجراءتين طبعا البنك بياخد الاجراءات بتاعته وفقا الاول برضو البنوك الحقيقة برضو بشكل كبير مفيش نحية عدائية مع الناس فهو بيستنفذ كل الطرق الودية لان في الاخر هو عايز ايه عايز فلوس والبنك لا هي غير انها فلوسه فلوس الناس فلوس بذلط اللي هي فلوس المدعين انت وسيط بين المدع وبين اللي هي بنهاية الامر اموال المدعين اللي هي فلوس انا برضو انت بتدفع فايدة للمدع بذلط بتاخد فلوس دي بفايدة لرجل التاني بفايدة لرجل التاني مصلحتك في المدعين اللي قد اكون انا نفسي المقترض دي فلوسي اللي ان انا عامل شهادة بمبلغ ما واخد قرض بمبلغ الاخر فبالتالي هي برضو فلوسي في الاخر فبالتالي في مسألة في غاية الاهمية ان انا بالنسبة لعنده المطالبة او قبل اجراءات المطالبة القانونية استنفذ كل الطرق الودية مع العمين بعد كده طبعا البنك مجبر انه ياخد اجراءات تنفيذية طبعا ده بيفرق حسب ايه حسب المستندات اللي تحت ايد البنك فيه مستندات اللي هو عقد القرض والمستندات اللي بتثبت المديونية وفيه بعض الضمانات الاخرى درجة البنوك ان هي تاخدها لما لها من حماية وفقا للقانون المصري واماها الشكات فمهم جدا وانا بمضي الشكات بتاعتي دي كمواطن او كعميل البنك مهم قوي برضو من الحاجات اللي ما احنا محتاجين نقولها للناس ان الشكات دي هي اداة وفاء هي فلوس على فكرة فوفقا للقانون لو اديت لحضرتك شيك والشيك دوان مكتوب عليه ان الشيك تاريخ الاستحقاق بتاعه واحد واحد 2021 حضرتك ما تطمئنش ان الشيك ده مش هتقدم قبلها وطبعا فيه التزام قدبي بكل حاجة ولكن انا احمي نفسي فلازم احط سطرين على صدر الشيك هكذا بتكلم اللي بيحرر شيك تمام المواطن المواطن يحط سطرين تحت بالزطفة التاريخ عشان ما يصرفش لا في التاريخ ده بص فان دي موارقون قال ايه سطرين في صدر الشيك يعني في الصك نفسه بس الناس فهم التستير ده خاص بان هو يصرف من على الشباك يعني مش ما يصرفش من على الشباك يحط في الحساب الناس فهمة كده هي دي واحدة من التبعات بتاعته ولكن التستير يبقى في معاني احترام التاريخ الوارد على الشيك اسألك سؤال خبيس فاضل فان تحت عمرك خبيس جدا لا انت حضراك رجل فاضل اول سؤال خبيس عشان بس يعني ايه انا بقوله من الاول ان انا هتخلص عندما اوقع شيكات من البنك فابقى في الغالب واخد الشيكات من البنك تمام والعقوبة في قضايا الشيكات بدون رصيد تمام تقع عندما يحرر محر الشيك الشيك بتسقنية تمام انه يعلم انه ليس له رصيد قائم وقابل للسح تمام نتكلم بلغة قانونية بحث تمام طب ما البنك عارف انه مالوش رصيد تمام وخليه وقع تمام دي نقطة من النقاط اللي كانت جدلية الحقيقة عند بدء تفعيل احكام الوردة او الحاصة بالشيك في قانون التجارة اولا خلينا نتفق الاول انه قانونا بعضه كده المبادئ القانونية نتفق عليها ان قانونا يصح انه ابقى البنك هو الصادر على على نماذجه الشيك يعني مسحوب لديه الشيك وفي نفس الوقت انه يبقى مستفيد ويبقى مستفيد فدي نقطة ما فيش فيها مشكلة ولكن في نقطة دايما ان المستفيد لو سيء النية فقد تحدث ثاني غرامة قدرها الف جنيه القانون بس السوق النية ده القانون عرفه انه قصد خاص مش علم وارادة مش مجرد علم وارادة عشان المشاهد يعرف طبعا وما يبقى اي محيو المحيوه لوله كلام فيعني يبقى هو مختنى بيه طبعا رفض وبالتالي سوء النية علشان يتحقق مسألة صعبة شوية ليه لان ايه يعرف البنك لو الشيك مسطر انه في التاريخ دايما في واحد واحد عشرين واحد وعشرين مش هيبع عندي مقابل قائم وكافل وكافل وبالتالي دي نقطة من النقاط اللي مردود عليها بهذه المسألة انا مش هخش في جدل في دي لان انا مش عايز اتكلم عالشيكات انه رأي بتكلم عن بس انا بميني ده خلنا عالشيكات صدري فانا انا كليه مرة كده جوب لأقلتها صدري فانا انا مثلا قاعد هتعامل مع شخص فبيجي روح مديني الشريك مثلا بمليون جنيه بس هو حاج مهمالي تمام اسمحش انه طلع مليون جنيه تمام في منوك بتطلع الشيكات مجرد ان الشخص يفتح حساب بعشر ده جنيه مثلا تمام فالبنك روح مطلع دفتر الشيكات المواطن الاخر يلبس بقى وانا معاه دفتر شيكات هل يا طرى مفيش طريقة مثلا زي يعني في دول تعمل ايه لو المواطن ده مثلا عنده رصيد مليون جنيه يدله دفتر شيكات بعدد معين من اوراق تمام عشر عشر شيكات مثلا تمام او بلون معين فانو انا بتعامل معاه ابقى عارف من خلال رؤيتي لون الشي ان ده اقتمانيا او يعني ملأته المالية عظيم في الحدود دي عظيم فده يقلل شوية من عملية القضايا بتاعت شيكات اللي منتشر النهاردة في المحاكم وكلام حضرتك الحقيقة في غاية الاهمية وصاب بشكل كبير اوي لان هذه المسألة انتشرت بشكل كبير جدا ولكن برضو البنوك ما تقدرش تعمل حضر على اصدار لان دي برضو نوع من انواع الخدمات محضرش يدي له شيك مثلا بلون اصفر انا كمواطن بتعامل معاه اشوف لون الشيك ده اصفر مثلا فاعرف ان ده حدود المالية كذا عشان ما يبقاش فيه ناس تقع فيه ناس بيتفرح انها تاخد شيكات وفي الاخر اضعي ما هو علشان كده دايما القانون علجها بشكل تاني اه لو هو الشيك المعتمد اللي هو كان قبل اصدار اللي هو اللي هو انا ما اجي اخد الشيك كده من العميل اما لقيه معتمد من البنك يبقى انا كده عارف ان فيه اه مقابل الوفاء المبلغ بتاع الشيك موجود في البنك فدي متعلجة في القانون في هذه المسألة وفقا للقانون او الشيك المعتمد اللي هو البنك المعتمده او البنك ضامن ضامن لي مقابل الوفاء يجنبه الشيك المصرافي او الشيك اللي هو المعتمد دلوقتي لأنه القانون الجديد أحكام الشيك الجديد قالك لا قبولها في الشيك. وبالتالي هو الاعتماد دلوقتي. بس هو الشيك المعتمد. المعتمد بنكي. بالضبط فا. تمام. وبالتالي القانون على الجهالي. ولكن برضو الفكر حيات أثرتها. هي برضو ممكن توقف بعض الضابط لبنك المركزي بعد كده. يعممها أنه يدي مثلا ضابط. ندد بها كتير قوي لأنه لو تدخل محاكم مصر وأكيد حضرتك عارف. هتلاقي كم القضايا ما هو بعيدا عن البنوك. يعني مهولة نتيجة نسبة التعامل بالشيك. وده بيفخده قيمته الحقيقة. بيفخد الشيك قيمته يعني. مظبوط. في أي دولة في العالم. طبعا. برضيك شيك انت متطمد. طبعا. طبعا. لكن في مصر بيقولك ده ورقة. وربط الشبكات أنا برضو اشتغلت فترة برة مصر الحقيقة ما بيحصل أن حد لو أصدر شيك بدون رصيد بيمنع من السفر وقتها. اه ده ده مضوطة. 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 طيب. دلوقتي. عظيم. في ناس مثلا هحكي لك موقف حصل مع بنتي أنا شخصية. صد اللي تاني. جاء قلت لي يا بابا أنا عايزة أعمل ورقة اللي هي المرتبين. طبعا. ليه يا بنتي؟ عاصل أنا في واحدة صاحبتي بتشتغل في بانك فهي عايزة تعمل تارجت تمام. فهتطلع لي بيزا. تمام. فهي مش محتاجة لبيزا. تمام. في الجالب دي بتبقى ساعات وسيلة لاستيواض للطيبين والقانون لا يحمي الناس طيبين. تمام. هل البنوك هنا فكرة تحقيق تارجت. ان تطلع كروت اقتمانية. دي مهمة بالنسبة للبنك ولا بالنسبة للبنك المهم ان يكون العميل ملتزم بالسادات. بكل مقيس احنا محتاجين برضو تأسيسا أو دعما لفكرة الشمول المالي الحقيقي. يبقى المعاملات حقيقية. ولكن دي احنا بنعتبره نوع من انواع الغش. الغش دوان سواء من المتسبب فيه سواء موظف البنك او العميل لانه برضو في بعض الاوقات. لان هرجع لك ده عندي سؤال عن الاوراق المضروبة اللي بيقدمها العملة. بس اول خلينا ناخدها من فكرة موظف البنك. بطلق. ففكرة برضو بكل مقيسها برضو فيه ادارات للرقابة والتفتيش والاستعلام علشان الحد من هذه خلينا نتكلم احنا برضو في الاخر بشر. طبع. اما بتضع تارجت. وهي بتبقى معزورة عايز لحمة تارجت يعني. خلينا نفكر. اه يعني برضو بفكرة بشري او نحطنا في سينة مكانهم ولكن دايما ابدا لا يصح الا الصحيح. بتاكير. يعني عندي تارجت عظيم جد. بس التارجت ده ما يستلزمش ابدا ان انا اتصرف تصرفات غير متضابطة وتصرفات مغلوطة وبالتالي انا عندي تارجت ده ولكن بيحكمه ضوابط. بيحكمه ان انا اشتغل كويس اشتغل زيادة. ا 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 البنك. وبالتالي دي برضو في هذه الاحوال القانون بيجرم هذه التصرفات. واللواحد دخليه في البنوك بتجرم هذه التصرفات. لا جدال يعني. يعني ده تصرف خط. طبعا. طبعا بكل مقايز. طيب. الناس بتقدم اوراق للبنك. علشان تحصل على اقتمان. احيانا ما بتكون هذه الاوراق او اغلبها. احيانا. مش في شكل عام يعني. اه متزبطة. مترتبة. علشان يحصل على هذه الاموال. تمام. يا طرق النتائج اللي بتحصل نتيجة اكتشاف البنوك. ان الاوراق دي مش مزبوطة. حسمع منك الاجابة بعد ما نطلع. تمام. 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 عزان مشاهدين. انا عايز اقول لحضرتك حاجة. قبل ما نجاوب على السؤال انك كنت باسأله. خد بالك. الاي سكور. انك انت لما تاخد قرد من البنك. ده انا هلخصلك بقى اللي دهار في الفقرة اللي فاتت. لما تاخد قرد من البنك. او تاخد كارت اقتماني. اللي هو الكروت اللي هي المغناطة. او تشتري حاجة بالقست. حضرتك ما لتزمتش الموضوع مش زار. خالص مش زار. لان دي فلوس ناس تانية. فالبنك هنا بيحولك لحاجة اسمها قوائم سلبية. قيمة سلبية دي يعني ايه? دي تقضع لاشراف البنك المركزي. فبالتالي لما حضرتك تتعامل مع اي بنك تاني فانت بلاك لست. عليك ملاحظة. انك ما بتلتزمش. ما بتسددش في معيدك. انصحك. ازا ما كنتش عارف وعمل دراسة وهسمها لك دراسة جدوى للفلوس اللي هتاخدها هتسددها ازاي? وعندك مورد ليه السداد? ايوا هتعمل كده. فاصلة هنرجع تاني. زيتاخد حقا بالقانون. اهم المشاكل بتقابيني في التعامل مع البنوك هو بعد المسافة ما بين الايت يمزي وبعضها. وساعات ما تبقاش متوفرة كتير. خصوصا في المحافظات. يعني لو انت مسافر في محافظة غير محافظتها غير القاهرة. في البعض المحافظات الاخالية متبقاش موجودة يعني. مشكلة البنوك ان هي في خدمة العمل بتاعتها مش متاحة 24 ساعة. مع انك بتتصل بهم وبتوصل لهم كل اراك اللي عندك مشكلة او بطاقة مسروقة او في مشكلة في الاتي ام بتاعت البنك. ومع ذلك ما بيحلش المشكلة في نفس الوقت لازم ياخد وقت. في بعض المبالغ اللي هي بتبقى صغيرة بل قاها تخصمت من الفيزا بدون ما كنا عارف هي اتصرفت في ايه هل هي مصاريف ادارية ولا مصاريف عادية. البنوك الحكومية يعني تلاقي فيها كسافة جمدة جدا جدا كسافة. البنوك اللي بقاش فيها اماكن انت عارف معظمنا موظفين وكده فوقت البيت المتنزف بتاعت القبض المشاكل بتاعت ان انا ما بلقيش ايتي امزف اماكن كتير من في البلد. فدي بتسبب لي انا مشكلة في وقت انا دلوقتي مسلا فالموضوع ده بيبقى بالنسبة لي في مشكلة يعني. المواعيد اللي هي لغاية الساعة 2 وبعد الساعة 2 ما تقدرش تخلص حاجة محتاجها في البنك وخصوصا الاجازات برضو بتاعت الجمعة السابط برضي يكون مشكلة بالنسبة لي بصراحة. بتنسحب منه الكارت او بيطلع الكارت بانه هو ساحب الفلوس وبيتم طبعا ما انسحبش الفلوس عشان يسردها لازما يعمل تظلم. والتظلم ده ممكن يقعد 15 يوم 20 يوم. ولو هو بيسحب من بانك مثلا خارج البانك اللي هو بيتعامل معه او فرق خارجي ده بتاخد مدة اكبر. انت عارف الافضل لنا دلوقتي الكاش. بالاتي ام طبعا عشان او بالفيزا كمان عشان ده بيسهل في الشراء حاجات في المحلات بدل ما ااخد كل شوية شوية كاش يعني. على حسب التعامل انا مسلا محتاج فلوس زيادة عن اللي في جيبي بتعامل بفيزا. في فلوس في كاش في جيبي خلاص بتعامل الكاش. او البطاقات اسأل طبعا. انا بتعامل الاتنين. البطاقات الاقتمانية والكاش. بتعاملات مع البنوك افضل بالفيزا ما بحبش اشتغل بالكاش. احنا كشعب مصري يمكن ما عندناش برضو الاكسبرينس الكافية اللي تخانيها اتعامل مع البنوك في موضوع الفوائد والكلام ده كله. في بعض الابديتس بتحصل في بعض المعاملات. ما بيبقاش العميل عنده كل حاجة ما بيعرفش غير لما بيقع في المشكلة يعني. طبعا هون لما باجي بعمل اداع او بافتح حساب ما هو بيديني شروط. هو بيديني شروط اطلع عليها. ازاي اتعامل معايا وازاي هو اتعامل معايا. وايه حقوق ايه وايه واجباتي. صراحة انا عن نفس ما بقاش عارف كل الحقوق يعني. هو زي ما انت عارف بيه كده بيمضع ورقة في اول التعاقد مثلا انت بتفتح حساب او حاجة وبعد كده ما ما بتشوفش حاجة ايه بقى حقوقك ايه الحاجات اللي اتغيرت بعد كده بيبعتلك مثلا على الميل او بيغيرها وانت ما ما بعرفش عنها حاجة طبعا. معزمنا ما يعرفش ايه الحقوق بصراحة. فيش حد مننا بيجي له الابليكيشن وبيراه. امضي هنا حضرتك فخلاص اتمضى فكده انت بقى ولا عرفت انت ليك ايه ولا عليك ايه. كنت باسأل حضرتك قبل الفاصل عن الاوراق اللي بيقدمها العميل عندما يريد الحصول على قرض او اتماد. احيانا يعني بيه حقولها بالبلدي كده عشان مش هاد يفهم بيلفق الورق ده. هل يا ترى فيه امكانية ليكشف هذا الامر وفي حالة اكتشاف هذا الامر ايه العواقب اللي بتحصل للمواطن اللي عمل كده. اه خلينا يعني انا كنت حابة برد على الاسئلة. حنرد على التقريب ده فمسألة الحقيقة التلفي او نقدر نقول تقديم مستندات غير سليمة او غير صحيحة. بكل مقيس في عندنا ادارات الاستعلام بتتحرى عن صحة مثل هذه الاوراق. ان حدث وتحققت مثل هذه الامور على البنك دايما في مثل هذه الامور. انه بيبلغ الجهات المسؤولة. بيبلغ مبحث الاموال العامة في بعض الاوقات. لو القروض ده عددها كبير. ببعض الامر بتبقى تنظيمات الحقيقة. اه وده بيخلي المواطن خاضع لعقوبات الحبس والغرام. لان هي مسائل مش 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 تهريج. ولا هي مسائل بنقدر نقول علينا غير مجرمة قانونة. ولكنها مجرمة وفقا لقانون العقوبات ووفقا للعقوبات الوردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقل. ولكن الاهم برضو من كده ان المواطن او العميل هيحصل له مشكلة كبيرة انه سلوكه الاقتماني بعد كده ده هيتأثر. لانه برضو هيوضع على القائمة السلبية لانه هيبلغ. معلومات خطئة. معلومات خطئة. وهيبقى من العملاء المتخذ ضدهم اجراءات قانونية. يعليه فلوس ودخل القائمة السلبية. لو سدد هيقدر يشين نفسه من القائمة السلبية. لكن ده اعتقد. نحية جنائية وهيبقى مسألة تشينه بشكل كبير غير العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الجهاز البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. طيب حضرتك كنت حابب ترد على التقرير. اه. اه. الحقيقة هي معظم الكلام بيتكلم على ايه او معظم شكاوى الناس بتتكلم على ايه. ان احنا بنقراش الشروط والاحكام. ده قلنا في الاول. اه. ان كشف الحساب اما بيجيلي ما ببصش عليه. كشف الحساب في غاية الاهمية لان البنك عليه التزام انه يبعت لعملاءه كل ثلاث شهور. كل ثلاث شهور كشف الحساب. ولكن لو انا. اه اه. 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 اه اه. كشف الحساب دوان في اي معلومات مغلوطة وفقا برضو للقانون لو اعد 15 يوم على استلامي. يعتبر موافقة منك. يعتبر موافقة منك. وبالتالي لو عندي اي اعتراض لازم اروح للبنك على طول واعترض على الموافقة. طب عندي بطاقة ائتمان وفقدت. لازم اعمل المكالمات على فكرة بتقوم مسجلة. اتصر بالخط الساخن. وابلغ اني توقف على طول البطاقة بعد الساعة 12 بالليل الرسالة اللي بيجي لك جميع الموظفين مشغولين الآن انا متفق مع حضرتك انه بدرجة كبيرة كده ولكن على البنوك برضو الحقيقة انها تدعم هذه المسألة بشكل كبير انا متفق مع حضرتك ولكن الحقيقة احنا عندنا في البنك الاهلي بدرجة كبيرة رغم ان عندنا عدد عمل كبير قوي الا ان احنا حرصين بدرجة كبيرة ان احنا تلقى مثل هذه المكالمات وبتبقى مسجلة وبندي دايمن تشانلز او لان دي مهم جدا ان تتسير البيزة او تضيع لازم تبلغ بالضبط لانه لو حدث اني تهونت يوم 24 ساعة ممكن نحصل او معاملات كتير جدا ممكن توصل بالمئات الالوف بالضبط على حسب الحد الاعتبار وبالتالي اجنب نفسي مثل هذه المخاطر في برضو مشكلة تانية البنوك دائما ابدا زحمة ما بتقدمش الخدمة للساعة اثنين غلوات الساعة اثنين علشان كده البنوك الفترة اللي فاتت دي بتتكلم في كده محور فيه بنوك كتيرة بقتتعض لخمسة دائما بالضبط يا فنم بالضبط ما دي النقطة اللي كنت اشير اليها ودائما الناس بتتكلم مثلا على البنك الاهلي انه في كل شارع فيه فرع البنك الاهلي العكس دي البنك الاهلي كمان دخل المجال الالكتروني الالكتروني الفرع الالكتروني وبالتالي انا اقدر اعمل كل المعاملات بتاعتي الكترونيا بدون خالص ما انتظر في طابيره ولا حاجة بس دي الحقيقة محتاجة برضو تثقيف وتوعية الناس بشكل كبير وده الحقيقة انا بشوفها مسئولية البنوك بدرجة كبيرة ومسئولية الاعلام واحنا الحقيقة محتاجين يشتغل بفكرة الشراكة في الفترة اللي جاي بين الاعلام وبين البنوك الحقيقة وده يشرفنا الحقيقة بكل مقاييس بالاضافة لذلك الحقيقة مسألة حماية العملاء بعض العملاء بيشعروا انهم برضو البنوك الطرف الاقوى البنك المركزي الحقيقة في هذه المسألة واخد خطوات وثابة البنك المركزي مؤخرا اصدر قواعد لحماية حقوق العملاء طبعا فيها تأكيد على مبدأ قائمة عليه الصناعة المصرفية الا وهو مبدأ سرية حسابات العملاء مسألة الافصح والشفافية مع العملاء معاملات العملاء بانصاف وعدالة لازم فضل يعني اتجاه التعامل مع البنوك عامل ثقافة قائبة عنده المعلومة دي مفروض وده مش يحصل لو شراكة مثلا بالبنك الاهلي وبالاعلام علشان يوصل للمشيئة لانك انت كبنك اهلي دورك ريادي لانك من البنوك القديمة في مصر وبنك اهل مصرية وبنك اهل مصر مظبوط فانت بالتالي انت عليك دور انك توصل المعلومة في التعامل مع البنوك وعندك اكبر عملاء في مصر بالضبط وبالتالي احنا ماشيين في هذا التوجه بشكل كبير والبنك المركزي الحقيقة بيدعم هذا التوجه ويمكن الفترة اللي فاتت كمان كان فيه توجهات للبنوك انه القواعد دي صدرت في بداية هذا العام انه على بداية عشرين عشرين لازم يكون هذه المسائل كلها تبقت على مستوى البنوك فضل فانت انا انا اعرف الوقت اصله بدأ يجري مني وعندي اسئلة مهمة فضل فضل مثلا احد المشاهدين بعتلي وقال لي يا دكتور ايمن انا مثلا عندي تعصر مالي خدت مثلا قرض بتسعين الف جنيه على مرتبه تمام واسهب الشغل تمام فاصبح متعطر مش ادريسات مضبوط فالبنك طبعا بدأ يتخذ ضد الاجراءات تمام فقال له يا جماعة اصبره عليها شوي انا ليس بدرها على الشغل لا اشغل تمام بس المرتب اللي بياخده اقل من المرتب مضبوط اللي كان بياخده قبل كده مضبوط فالبنك رافض يعمل معا تسوية على الوضع ده تنصحه تقول له ايه انا الحقيقة بشوف ان لو رد فعل المؤسسة المالية الراجل عنده مشكلة انه هو ساب الشغل بتاعه وقعد فترة في البيت 3-4 شهور فتركم عليه قصات المسألة هنا اعتقد انه من الافضل اني اتقدم بطلب انا كعميل للبنك اقول له ظروفي ايه الاول يوم كده يسيب الشغل يبلغ البنك انا سيبت الشغل عندي مشكلة وانا دلوقت يا جماعة بس اصبروا علي في الاول وفي الاخر لو احنا فكرنا بصوت عالي مع بعض البنوك مش عايزة تحبس الناس ولا انه يحطي يرفع عضايا لانه في الاخر برضو يتكبد فلوس ورفع عامل البنك اعتبر انه ده اعاد وبالتالي بيعمل ايه اه فبيجدولها بيعمل حاجة اسمها الجدولة يحط يعني جدول زمن جديد وخطة جديدة للسداد تتناسب مع الدخل لان انا وانا باقيم العميل في البداية باقيمه على الجدارة الاعتمانية بتاعته الدخل بتاعه التدفقات النقدية بتاعته فبالتالي كنت عامل دراسة معينة على مرتب مثلا عشر تلاف جنيه دلوقتي بياخد خمسة مثلا انا بقول على سبيل المثال فالامور اختلفت فهيحتاج اقضى جدوله وعيد الجدولة تان وعيد التقييم تان وبالضلط عشان اقدر يكمل يكمل معا اكيد مش حد عايز يتشغل لان الظروف استثنائية فلازم برضو لها معالجة استثنائية وانا معايا بنهارده الوستاذ اشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الاهلي بنك اهل مصر يا ترى ازاي المشاهد اللي شايفني النهارده يتخلص من الاسكور يعني هو اتحطى اسكور يطلع منه ازاي لو هي البلاكليست يطلع ازاي هي المسألة في غاية البساطة اني ازيل السبب عدم الانتظام تمام وبالتالي ادفع الفلوس اللي علي او انتظم في سداد احنا كلنا علينا فلوس وقروض ولكن انتظم في السداد تمام انتظم طول ما انا منتظم بس في ناس بتصعب منطل الاسكور ويقول لك في مدة زمنية معانا لازم يعودها واجراءات وتكلفة هل ده بيحصل؟ اه طول ما انا مش منتظم عندي مشكلة اول ما انا انتظمت الامور بتتظلط عندي هي بس في البنك المركزي لو قعدت فترة بيقام سمع في السيستم بتاع او نظام الاسكور في البنك المركزي لمدة خمس سنين ولكن كل الاثار بتزال بمجرد انتظامي طالما انتظمت ما عنديش اي مشكلة ان بنك تاني يعني هو لو دخل اي سكور دلوقتي عظيم وبعدين رجع بدأ يسدد تمام يخرج من الاسكور ولا يتنه؟ مش هيدخل في الاسكور انه القائم سلبية هيبقى باين انه هو في مرحلة ما تعثر واعادة واعادة الانتظام تمام بس يفضل على السيستم ظاهر لمدة خمس سنين بس ده لا يمنعه انه يقدر يستطيع انه يقترض من حضرتك او من بنك تاني ما يمنعوش ما يمنعوش لانه منتظم لانه تحول يعني يوجوده في القائم السلبية برضو ما يمنعوش من الاقتراض لو كان منتظم اه لانه ما بقاش بقى القائم السلبية هو بيقول لحضرتك انه كان غير منتظم واصبح منتظم بس بينهم برضو مش هتديره هتقوله هتخفى والله فاندم لا هو دايما البنوك بتبص عليه حسن السمعة التدفق عندي دخل ايه قدر يسدد فبالتالي الأمور بتاخد الفلوس ليه وتسددها فيه طيب البنوك دخلت النهاردة في حاجة اسمها تموهل اسكان الاجتماعي تمام يا ترى ايه لأولا اللي بيطلبها من المواطن علشان ياخد قرض على شقة انتعارف دي اهم حاجة في حياة اي شاب بالنهاردة انه يحصل على شقة سكنية مضبور والشواء كتير موجودة يعني المعروف كتير لكن الطلب قليل نتيجة عدم وجود الخدرة المالية تمام برضو مسألة التمويل العقاري دي فيه نحي تيد البنوك العقارية ويمكن هي اهل مكة اضرب شعابها في هذه المنطقة ولكن فيه التمويل العقاري وهي من بدرة البنك المركزي الحقيقة فيه دعم هذا المشروع القومي بدرجة كبيرة وذرعاء اذرع اذرع البنك المركزي في هذا الموضوع هو البنوك التجارية ومنها البنك الاهلي وبنك مصر وباقي البنوك مهم جدا انه اروح اطلع في البنك اللي انا عايز اقترد منه ابص على المساندات المطلوبة بالنسبة لي ايه انا علشان اشتري مثلا وحدة سكنية علشان اشتري وحدة سكنية لازم الاول يكون في مالك لها مشروع المشروع دو هيكون لاما مشروع قائم بالفعل او مشروع لسه تحت الانشاء اللي هي العقود المسجلة يكون عنده عادة مسجلة طبعا والكونباونت ما انا كنت لسه جال حاجة ولكن احنا اتفقنا على ان معظم وبالتالي القانون بتعتمون العقاري قال ايه قال العقارات القابلة للتسجيل اللي هو قابل للشهر قابل للشهر انها حضرتك ايه مثلا في القاهرة الجديدة او في الستة اكتوبر او في المدن الجديدة هذه العقارات بنسميها قابلة للتسجيل انه بعد وقت معين بيحصل ان المشترين في الكمباونت او المنتجع او المنطقة السكنية ده انا مش هنقول المنتجع عشان الناس متفتكرش هنتتكلم على الناس اللي هم عندهم المناطق دي المغلقة المجمعات السكنية المجمعات السكنية العادية خالص وبالتالي بعد فترة ما قابلة للتسجيل انها تسجل بتعمل اتحاد ملاك وبعد كده اتحاد ملاك يدون يقدر بعد كده يسجل العقارات تسجيل جماعي يعني البنوك النهاردة بدأت تتجه للاحية التمويل بتشجعه بدرجة كبيرة جدا وبنسبة فايدة اقل بكتير من التمويل القروض الشخصية اشرف شعبان فقيس المجموعة القانونية ببنك الاهلي ببنك الاهل مصر شرفتني بس انا عايز اخذ انك وعد على هوا تبقى معنا في حلقات تانية يشرف انا كنت سعيد بيك واعتقد كل المشاهدين نهاردة كانوا سعداء بهذا اللقاء تشرف يشرفني فان شكرا جزيلا شوف يا سيدي العفو فان تلاقي انا بالحلقة دي بايه بتلات اربعة حاجات كده وعايز اقولهم لك بسرعة زي ما بيقولوا كده تليغرافات رقم واحد لما تروح تعمل كارت اللي هو الكارت المماغنط ده من فضل حضرتك ايه عود اقرأ الشروط اللي موجودة هتدفع كام فايدة ولو اتأخرت هيبقى عليك غرامات قد ايه والحد الادنى قد ايه وتدفع كل قد ايه كلامي صعب الله يسهد بس حاجاتك تعمله لان ده هيرتب ايه هيرتب ان حضرتك تاخد الفلوس دي وتتعصر في سددها وتفرح خد بالك كارت الفيزا لما بيطلع من جيبك غير فلوس الفلوس بتبقى سهلة يعني صعبة حاسس ان فيه فلوس صلعت الكارت سهل ما بتحسش انك طلعت فلوس مرة في مرة في مرة الدنيا بتتراكم وما بنعرفش نسدد ونخش في حدو تكبير والبنك زنبه ايه ما هيقولك وانا مالي ما دي فلوس الناس تانية وجايز تكون فلوسك لانك لما بتعمل برضو كارت اقتمان ده ما بيبقى على شهادة او على مرة تبك او او ما شابه زي دي الحاجة الاولانية الحاجة التانية اللي هلنا الاستاذ الاشرف النهاردة قالك لما تروح تكتب شيك تحت التاريخ وسطره لان التصطير ده يمنع اي شخص يصرف الشيك ده اللي ايه في تاريخه المذكور تلقيه الشيك لانك انت لو ما سطرتوش من حق الشخص يصرفه في اي وقت الحاجة التالتة والمهمة ان النهاردة البنك بقى ادي تاملات عقارية لكن بشرط ان تكون هذه الاقارات قابلة للشهر حاجات كتيرة جدا جدا الحقيقة الحلقة دي انا بيعتبرها مش كافية لكن هنعمل حلقات جاية كتير عن موضوع الاقتمانات وعن موضوع القروض وعن موضوع البنوك هنبدأ ان نسلط الضوء عليها لان انتو تهمونا ويهمنا انتو ما تتعصروش كان معكم ايمن عطالله في الاوكاتو وازاي تاخد حقك بالقناة النتيجة اللي بينا ان مجلس نقابة المحامين مجلس دارة نقابة المحامين ادروا يحشد 15 الف 18 الف 22 منهم 15 ولا سبقه 15 303 وفقه وفقه دي يعني ايه يعني اده حجد مجلس نقابة المحامين ادروا يحشدوا الناس دي شوف بقى جوم بقيتوبسات جوم ازاي دخلوا ازاي كان تنظيم سيء كان تنظيم جيد كان فيه تزوير ما كانش فيه تزوير كل الامور دي يقول زي ما انت عايز تقول لكن النتيجة النهائية اللي على الارض ان فيه 15 الف وشوية وفقه يبقى الناس دي منظمة قدرت تحشد حضرتك بقى كمعارضة بتسرخ على الفاضي بتزعع على الفاضي اه يعني قاعد على الكيبورد حضرتك بتزعع ما نزلتش على الارض الواقع بقولتش لأ يبقى ما تتكلمش